كثيرة هي مشاهد لا عدالة في العراق الجديد وهذه إحداها بعد سنوات من التهجير من منزلهم بسبب الحرب وجدت هذه العائلة من سكان قضاء القرمى نفسها في العراء بلا مغيث حيث اضطر رب الأسرة لبيع ما يمكن بيعه ليحصل على خيمة تؤويه وعائلته في أطراف مدينة الفلوجة رغم افتقار الخيمة لأبسط مقومات العيش الآدمي من بعد ما تهجرنا ورجعنا قاعدت بالفلوجة هنا قاعد إيجار فأشتغل عماجد غديم فوقعت من سكلة صابوا عندي هاي بشتفي وعندي أخويا وأخوتي هميا مصابين وقاعد إيجار بعدين ما قمت أقدر بعد على شغلة الإيجار ما أقدر عليها شغلة حاولت راحت على هواية مسؤولين من هل القرم للفلوجة ناشدت وصيت خابرت أروح يعني ما سولي كل شي ولا جم ولا استطلم على حالتي وحال الدولة المعاغين أطفال يعانون الأمراض والصدمات وأب عاجز عن العمل لتوفير الدواء أو الغذاء لأسرته في الخيمة بسبب إصابته وأم حائرة تسرد بألم واقع حال الأسرة ويجرى نقاعد وما عند أحد وهذا بليد ابنها تشبر هذا معويق وما عندنا أحد ويومي الباب ما نندق والله مطلوبين بثيثماين أكثر مطلوبين وما عندنا أحد وهذا عندنا نحراف بعيونه وهي شوف أربع حالات به هذا لا يسمع ولا يسولف والجسم ربطه وهي تنشمر وهي واقفة مراتية وعصينية قادة وهي البنية هاي عمرها أكثر من أكبر من هذا بألفين هم زادها تشوف لا تشوف ولا تسمع ولا يعني حال هذه العائلة ومعاناتها الكبيرة مشابه لحال آلاف العائلات العراقية النازحة في المحافظات المنكوبة ومنها محافظة الأنبار حيث باتوا منسيين تماما بعد طردهم من المخيمات من قبل السلطات الحكومية دون توفير البديل لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر